بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله درس جديد في مادة أرياضيات لأبطال السنة الثالثة ابتدائي علاقات حسابية بين الأعداد رقم 3 صفحة 100 إذن لدينا أولا أكتشف حضرت عائلة عرضا مسرحيا بمسرح في الهواء الطلق امتلأ رقح المسرح الذي يتسع لـ 8246 شخصا وكان نصف عدد المتفرشين أطفال لحساب عدد الأطفال الذين حضروا العرض لاحظ عمل كل من أمير وليلة ورائد ثم أكمل على كراسك إذن هنا نريد أن نعرف عدد الأطفال الذين حضروا العرض هنا العرض المسرحي لدينا عمل أمير لدينا عمل ليلى ولدينا عمل أرائد كما نعلم الذين حضروا العرض المسرحي هنا العدد كان كم؟ 8246 جيد هنا قال لنا النصف هنا الأشخاص المجموع لكن هنا يوجد الكبار ويوجد الأطفال الصغار هنا نقول النصف هنا نصف هذا العدد وهو 8246 كان وهو الخاص بالأطفال إذن هنا عمل أمين نحاول أن نفهم طريقة أمين أولا أمين وضع جدول المراتب هكذا قام بكتابة العدد عدد الأشخاص الذين حضروا العرض هنا لدينا 8246 في هذا العدد لدينا رقم المئات الآلاف عفوا رقم الآلاف ثمانية رقم المئات اثنان رقم الآلاف أربعة رقم العشرات عفوا أربعة ورقم الوحدات ستة جيد ماذا فعل أمين هنا؟ ماذا قال لنا؟ قال أبحث عن نصف رقم الآلاف ثم أجد نصف رقم المئات ثم العشرات ثم الوحدات هذه الطريقة صالحة إذا كان لدينا الأرقام هنا زوجية إذا كان قال آمين إذا كان لدينا الأرقام زوجية أستعمل هكذا الجدول المراتب أجد نصف العدد زوجي يعني نستطيع أن نقسم العدد على إثنان هنا مثلا أربعة رقم زوجي إثنان رقم زوجي إذا قمت مثلا لدينا أربع قريصات هنا قسمت هذه القريصات على مثلا ليلة وخالد ليلة تأخذ عدد القريصات مع خالد بالتساوي إذن هنا نصف ثمانية نصف ثمانية وهو أربعة نصف إثنان نصف إثنان واحد واحد وهو واحد نصف أربعة وهو إثنان نصف ستة وهو ثلاثة إذن هنا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن نصف العدد ما هو هذا العدد؟ وهو ثمانية آلاف ومئتان وستة وأربعون هو ماذا؟ نكتب العدد الذي تحصلنا عليه في الجدول وهو أربعة آلاف ومئة وثلاثة وعشرون بعد إيجاد نصف العدد نستنتج أن عدد الأطفال هنا نتكلم عن العدد الأطفال الذين حضروا العرض المسرحي وهو ماذا؟ وهو أربعة آلاف ومئة وثلاثة وعشرون هنا لدينا الطفل إذن هذا فيما يخص طريقة آمين فهمناها الروح مع بعض الطريقة ليلى قالت ليلى لأجد نصف العدد ثمانية آلاف ومئتان وستة وأربعون أبحث عن عدد أجمعه مرتين فأحصل على هذا الحد إذن ما هي طريقة ليلى هنا؟ طبعاً نحن في السنة الثالثة ابتداء أي مش رح نعتمد مئة بالمئة على طريقة ليلى بالنسبة لأعداد الكبيرة قالت أضى عدد العدد الأول زائد العدد الثاني النتيجة لدينا ماذا؟ النتيجة لدينا ثمانية آلاف ومئتان وستة وأربع وما هو؟ نبدأ أولاً بالوحدة تلاحظوا معي هنا بحيث إذا وضعت هذا الرقم هنا نجد نفس الرقم في الأعلى وفي الأسفل نفس الأرقام لاحظوا معي ستة هنا رقم زائد عدد زائد عدد يساوي ستة وهو ثلاثة ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة جيد عدد آخر هنا يساوي أربعة عدد زائد عدد يساوي أربعة وهو إثنان زائد إثنان لاحظوا معي إذا كانت ما عنديش في هذه الحالة احتفاظ مباشرة من كمل عادي إثنان هنا عدد وهو واحد زائد واحد وهنا ثمانية أربعة زائد أربعة إذا هذا النصف الذي تبحث عنه ليلى وهو العدد الذي هنا قالت عدد أجمعه مرتين فأحصل على ثمانية آلاف ومئتان وستة واربعين هنا وهو أربعة آلاف ومئة وثلاثة وعشرين بالنسبة لعمل رائد هنا لدينا رائد قام بماذا ونلاحظ هنا لدينا ثمانية آلاف ومئتان وستة واربعون نلاحظ أنه قام بتفكيك العدد الخطوة الثانية التي قام بها رائد نعم ما هو نصف ثمانية آلاف قام بإيجاد نصف ثمانية آلاف نصف مئتان نصف أربعون نصف عشرون قام بالجمع قام بالجمع هكذا نلاحظ أن ثمانية آلاف يساوي هكذا ألف زائد ألف زائد ألف زائد ألف هكذا نحاول أن نقسم إلى مجموعتين نتحصل على ماذا لدينا أربعة آلاف زائد أربعة آلاف أو بطريقة أخرى نلاحظ هنا أن الأرقام كل الأرقام زوجية الرأس نصف سفر وهو سفر نصف سفر سفر نصف ثمانية وهو أربعة لدينا نصف مئتان مئتان يساوي مئة زائد مئة جيد إذا نصف مئتان وهو مئة أو لدينا هنا طريقة الأرقام الزوجية نصف أربعون وهو عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة أقول يساوي عشرون نصف ستة وهو ثلاثة إذن الآن الخطوة الأخيرة قام بالجمع أربعة آلاف زائد مئة زائد عشرون زائد ثلاثة هنا قام بالتفكيك ثم هنا إيجاد الأنصاف بعد ذلك الخطوة الأخيرة وهي هنا قام بالجمع أربعة آلاف زائد مئة زائد عشرون زائد ثلاثة لدينا الآلاف وهو أربعة المئات وهو واحد العشرات وهو إثنان الوحدات وهو ثلاثة إذن هذا فيما يخص طريقة أمين أو طريقة نعم أرائد لدينا ثانياً استعمل أحد الحلول لإيجاد ثمن التذاكر إذن هنا ثمن التذاكر الخاصة بمن؟ ثمن تذاكر الكبار ثمن تذاكر الكبار هنا بالرجوع إلى الجزء الأول قال لنا أسعار التذاكر هنا ثلاثمائة دينار جزائري للأطفال وضعف الثمن للكبار إذن ثمن التذاكر هنا ما هي للأطفال؟ للكبار هنا لدينا ماذا يا أبطال؟ لاحظوا معي الخاصة بالأطفال وهي ثلاثمائة ثلاثمائة ماذا؟ دينار جزائري هذه خاصة بالأطفال لدينا ثمن التذاكر الخاصة بالكبار قال لنا ضعف ثمن هنا وضعف الثمن للكبار ثمن هنا يعني نتكلم ضعف ثلاثمائة عفوا لإيجاد الضعف ماذا نفعل؟ طريقتين لإيجاد الضعف إما أن أضرب العدد في اثنان أضع ثلاثمائة في اثنان هكذا ويساوي اثنان في السفر سفر اثنان في السفر سفر اثنان في ثلاثة أو أقول ثلاثة في اثنان يعني ثلاثة زائد ثلاثة ويساوي ستة أو أجمع العدد هكذا أقول ثلاثمائة زائد ثلاثمائة ويساوي أيضا ويساوي 600 إذن هذا فيما يخص التذاكر الخاصة بالكبار وهي 600 لدينا أنقل ثم أكمل بالعدد المناسب لدينا نصف ألف نبحث عن نصف العدد الأول نبحث عن نصف العدد الثاني وهنا ضعف العدد الأول وضعف العدد الثاني إذن لإيجاد نصف العدد ألف ماذا سنبحث؟ درسنا في درس علاقات حسابية بين الأعداد رقم 2 وقلت لكم هنا التلميذ يحفظ نصف ألف نصف مئة نصف عشرة قلنا نصف ألف وهي 500 إذا التلميذ انسى هذه الطريقة ماذا يفعل؟ أو انسى أنه نصف ألف وهي 500 رح يتبع طريقة أمين لكن طبع طريقة أمين هنا قال إذا كان جميع الأرقام زوجية هنا نلاحظ واحد وهو فردي ما يعني طريقة أمين مستبعدة نشوفوا طريقة رائد طريقة رائد تفكيك هل أقوم بتفكيك العدد ألف؟ يبقى كما هو ألف يساوي زائد سفر زائد سفر ألف زائد سفر؟ لا نشوفوا طريقة هنا ماذا؟ طريقة ليلة طريقة ليلة صعيبة نوعا ما على التلاميذ نشوفوا طريقة أفضل وأسهل إما أن نضرب عدد في خمسة ونتبع طريقة معينة أو طريقة أخرى سهلة هنا واحد لدينا نبدأ بالمرتبة الأكبر هنا وحدات عشرات مئات ألف الألف وهي المرتبة الأكبر أأخذ واحد من هذه المرتبة أأخذ واحد عندما أأخذ واحد من واحد ماذا يبقى؟ يبقى الصفر أخذنا واحد الواحد الذي أخذته من هنا أين أضعه؟ أضعه مباشرة عند المرتبة لمسامع هكذا يصبح لدينا هنا عشرة يصبح لدينا هنا نقول عشرة إذن هنا نبدأ الحساب نصف سفر هنا خلاص رعا عندي سفر نصف سفر وهو سفر نصف عشرة عشرة وهو خمسة نصف سفر وهو سفر وهنا سفر إذن نصف ألف وهو خمسة مئة إذن الآن نصف ستة آلاف ومئتان وثمانية وأربعون لاحظوا معي ستة آلاف ومئتان وثمانية وأربعون نبدأ بطريقة أمين قبل نشوف عندي الأرقام زوجية أم لا ثمانية زوجي أربعة زوجي اثنان زوجي ستة زوجي مباشرة نصف ثمانية وهو أربعة نصف أربعة وهو اثنان نصف اثنان وهو واحد نصف ستة وهو ثلاثة إذن هنا لدينا النصف نصف ستة آلاف ومئتان وثمانية وأربعون وهو ثلاثة آلاف ومئة وأربعة وعشرون نشوفوا مثال آخر ونتبقوا هذا الطريقة مثلا لدينا العدد ثلاثة آلاف لاحظوا معي ومئتان وستة وأربعون أريد أن أجد النصف ماذا سنفعل؟ نتبقوا بهذه الطريقة نأخذ نبدأ بالمرتبة الأكبر وهي ثلاثة عندما أأخذ واحد من ثلاثة ماذا يبقى لنا؟ يبقى اثنان الواحد وين راح لهذا الواحد وين راح نحطه؟ نحطه هنا أضعه هنا يصبح لدينا هنا اثنى عشر نبدأ الآن نصف اثنان وهو ثلاثة وهو واحد عفوا نصف اثنى عشر وهو ستة نصف أربعة وهو اثنان نصف ستة وهو ثلاثة إذن هنا وجدنا النصف لدينا الآن ضعف ثلاثة آلاف ومئة واثنان واربعون لإيجاد الضعف ضعف أي عدد إما أن أضع ثلاثة آلاف ومئة واثنان واربعون زع ثلاثة آلاف ومئة واثنان واربعون أو أضرب في اثنان هكذا نضرب في اثنان هكذا يساوي ماذا؟ لدينا 2 في 2 يساوي 4 2 في 4 أو أقول 4 في 2 4 سائد 4 ثمانية 2 في 1 2 2 في 3 ويساوي 6 أو بطريقة أخرى كما قلنا أجمع إذن هذه هي الطريقة بالنسبة للجم نصف الضعف العدد 3635 مباشرة أضع عملية ضرب ونضرب في 2 سنجد الضعف بالنسبة للضعف هو سهل بالنسبة للنصف يليق فقط التلميذ يركز أكثر لإيجاد النصف إذا كان أرقام زوجية هنا لإيجاد نصف عدد كل أرقامه زوجية نقوم بتفكيكه كما فعل رائد أو كما فعل أمين أيضا لإيجاد ضعف عدد نقوم بإضافته إلى نفسه أو نضربه في 2 إذن هذا فيما خص حصة اليوم قدمت لكم درس مهم في مادة الرياضيات علاقات حسابية بين الأعداد إذن دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته